بطريق حامد في مفاوضات تجديد التعاقد معاه قال حاجة واحدة قال حاجة واحدة أنه ما عندهش مانع أنه يجدد مع نادي الزمالك ولكن بشرط أنه يشوف المجلس الجديد لإدارة نادي الزمالك لما يبقى فيه مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك هيبدأ يتفون معهم وهيبدأ يوقع على تجديد التعاقد بس لما ييجي مجلس جديد ويضمن أنه هو اللي هيبقى موجود في إدارة نادي الزمالك للأربع سنوات المقبلة عشان يضمن كمان تعقد والأمور المالية ده بالنسبة لطارق حامد